تعيش اليمن أزمة في انقطاع شبكة الانترنت لليوم العشر على التوالي جراء انقطاع كابل دولي بالقرب من قناة السويس وفيما عقدت المؤسسة اليمنية الاتصالات وشركة اليمن المسيطرة عليهما من قبل الحوثيين مؤتمرا صحفيا لشرح أسباب العطل في شبكة الاتصالات تبدو الحكومة اليمنية أكبر الغائبين ممثلة في وزارة الاتصالات واتهم بلاغ لمنظمة أهلية قدمته لنائب العام وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة الشرعية لطف باشريف بالفساد والتقصير والتواطئ مع الحوثيين وقال بيان الرابطة الشعبية للبناء ومكافحة الفساد إن الوزير قطع وعودا بتشغيل عدن نت والتي لم تتجاوز حتى الآن حارة من حارات عدن منذ أكثر من سنتين رغم الأموال الطائلة التي أنفقت على المشروع والتي بلغت المليون دولار واتهم البيان الوزير بترك مورد الاتصالات رغم أنه مورد سيادي للدولة بأيدي الانقلابيين وهو ما يدر عليهم أكثر من تلوريون ريال سنويا وهو المورد الأول للحوثيين حسب تقرير لجنة الخبراء الدوليين وقال البيان إن الوزير عطل كافة قطاعات الوزارة وحولها إلى حقيبة دبلوماسية لسفر وتلقي العمولات والأتاوات من صنعاء مقابل الصمت عن كافة الإجراءات الغير قانونية التي يقوم بها الحوثيون في صنعاء ومن ضمنها تسهيل تعامل شركة هواوي الصينية مع الحوثيين مقابل توظيف نجله في فرعها في دبي وطلب البيان النائب العام برفع الحصانة عن الوزير وإحالته للتحقيق بسبب هذه الأعمال التي قال إنها ترقى للخيانة العظمى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر